مرحبا بك على وجهة إذاعة الشباب مرحبا بكم كيف تقدمنا روحك؟ صابر بهري ولاية باجا معتمدية نفزا عملنا بروژيت جديد يتمثل في فكرة جديدة إنوفاسيون جديدة في البناء الإيكولوجيك كيف تتمثل الفكرة هذه؟ الفكرة هذه تتمثل في محيوط جهازة يستعمروها في مجال البناء توفر برشا حاجات جيدة منها القسم الداخل الداخلية والقسم الخارجية يعني نحب نوانطح هنا القوالب جاهزة لكن بطريقة جديدة إيكولوجية فيها مواد أخرى لمحافظة للبيئة لذلك أنت مش بتعطينا الحقيقة الوصفة لكن شنو فيها بالضبط معناها؟ القوالب هذه الجاهزة تتمثل في ميلانج سيتام ميلانج خليط ديشي دي بواء إيكولوجيك ويتم استغلالها في مجال البناء يعني في عوض الياجور في عوض الياجور بالنسبة للموجود بالنسبة للموجود ما نمشيش للياجور بروفوندير 15 يرفع حوالي 12 انترناتو 634 وزادة عنده فوائد أخرى إيجابية اللي هي منها العزل الحراري العزل الصوتي ثم القسم الدخلانية اللي هي تتمثل في حيوط جاهزة اللي هو شاك بيس 10 سنتيمتر ثم طول الباسير يعني موجودين كان سنتيمتر كيف كيف ثم 26 سنتيمتر اللي هي اللي هي تكون يعني يستخدموها في الجبه البرق للبني انتو ما قمتوا معناها بالتجارة وبالاتيس ويعني وسجلتوا البرقة لاختراع هذي و افكتيف مو يعني مشينا الوزار التجهيز تصلنا بوزار التجهيز وعملنا الازيسية متاعنا كل بالنسبة لصلاحية المنتوج أبو بريف فوق يعني ما تتصوري نجم يعيش حتى الف سناء خاطر سبق و القيناة فهمتني كيفاش بريسك برودوي شابالو هذينا الامتاع التوراث اللي نلقوه عايش من القديم يعني من حضارة الرومانية المجلة العلمية لإذاعة الشباب